السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لغة البيثون فيه شيء اسمه الكونديشنز أو الشروط وفيه شيء آخر كمان اسمه الـ if statement خلوني أعطيكم مثال بسيط هنا الـ if statement هذه تكتب بهذا الشكل تكتب أولا كلمة if وبعدين هنا تكتب الشرط ممكن يكون true ولا false وبعدين تكتب الأوامر اللي تحب أنها تتنفذ فهذه الدلة تشتغل أو عفواً هذه الـ if statement تشتغل بهذا الشكل إذا كان هذا true في الأمر اللي هنا بيتنفذ إذا كان هذا false في الأمر اللي هنا ما بيتنفذ فلو أسوي الآن هنا run بتلاحظوا أنه طبع لنا الـ string اللي هنا وبدون أي مشاكل لكن لو كترت هنا false وسويت run بتلاحظوا أنه ما بيطبع للأمر لأنه هذا ما بيتنفذ هو بيجي لهنا بيشوف هذا false بيتجنب نحن اليوم ما بنتكلم عن الـ if statement هذا بس كان مثال بسيط ليش احنا نحتاج الشروط true والفالس وكيف ممكن نحسبهم من أشياء أخرى الـ if statement بنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو القادم فإذا لو كان عندنا هندالة print وعندنا true و type true لو سويت run بتلاحظوا أنه بيطبع لك true على لسه كما هي ونوعها هو boole وإختصار الكلمة boolean نحن نشوف العمليات على الـ boolean لو جبنا هؤلاء هنا هذا خلاص وعطيكم مثال عشان تفهموا بشكل أسرع وأحسن لو جيت هنا وكتبت هنا قيمة أو رقم أو string أو أي شيء وكتبت يساوي مرتين لما نكتب يساوي مرتين هذا مو معنى أنه يساوي هذا يدل على معنى التحقق في فرق لما تكتب x يساوي 5 ثلاثة وفي فرق لما تكتب x يساوي مرتين ثلاثة خلوني بس بوريكم الفرق لو تكتب x يساوي ثلاثة هذا معنى أنه بيأخذ قيمة الثلاثة وبيحطها بداخل الـ x لكن لما تكتب يساوي مرتين فهذا معنى أنك بتسأل البرنامج هل الـ x فعلا يساوي الثلاثة فهنا هو الأن بيسأل البرنامج هل الخمسة تساوي الـ 6 ولأنها لا تساوي الـ 6 لو سوينا run بيطبع false لأنه الـ 6 لا تساوي الخمسة لو جينا هنا و سوينا علامة تعجب سوينا run بيعطينا true list لأن هنا الـ a هو فعلا لا يساوي الـ b اللي هي الـ 6 لا تساوي الخمسة وعلى مثلها هي بقية الشروط هي زي العملية الرياضية اللي درسنا في الأساسيات الرياضيات لو سوينا علامة أكبر من و سوينا run بيعطينا كمان true لو سوينا أصغر من عفوا بيعطينا false لأنه هو فعلا أصغر في أيضا أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي كمان أطبع بس ثلاثة أمثلة لو شفنا هنا و سوينا run بنشوف أن الخمسة لأنها لا تساوي الـ 6 بيعطينا false والأربعة أكبر من الثلاثة بيعطينا الصح والأربعة لا تساوي السبعة برضو بيعطينا الصح أيضا في عدة أمثلة لهذه العمليات بنشوفها على السريع عشان تثبت المعلومة أنا نمسح الزوائد تمام لو سوينا run في خطأ بس أشوف إشكال بيتكلم إننا نحن تركناها هنا فارغة فما ينفع نتركها فارغة لو سوينا الآن run تمام الآن عندنا في الآي قيمة 5 والب سبعة عفوا ستة نخليها سبعة لعيونكم فعندنا هنا الآي لا تساوي الخمسة حتى ممكن نشوفها من هنا الآي تساوي لو كتابناها كان بشكل أفضل مو مشكلة خلوا أني بس أسوي لكم هاكي هذا الحركة هذا درسنا في درس تقريبا السلاسل كيف نحن نطبع المتغيرات بداخل الرسل فلو سوينا الآن run بتلاحظوا هل الخمسة تساوي السبعة بيعطينا false وهل الخمسة لا تساوي السبعة بيعطينا true لأنه فعلا لا تساويها هل الخمسة أصغر من السبعة بيعطيك true وهل الخمسة أصغر أو يساوي السبعة برضو true وأكبر أو أكبر أو يساوي بيعطينا خطأ وهذا كان هو العمليات على ال data type البول هذا برضو في شيء خلونا أوريكم يا عشان بنحتاجه في الفيديو القادم لو تذكروا لما عندنا كان x يساوي string ثلاثة لو سوينا print x type x على سبيل المثال بيطبع لنا أنها string لو حبينا نحولها إلى انتجر في درس type casting لو كتبنا انتجر بيحولها إلى انتجر أيضا نستطيع نحولها إلى بول كيف ممكن نحولها أو إيش بيتحول هذا الشيء لأنه عندنا في البوليان ما في إلا صاح وخطأ لو سوينا run بتلاحظوا أنه بيحولها إلى إلى true ليش حصل كذا أو كيف بيتحول أي قيمة بتحولها إلى البوليان هو بيحولها لك إلى true ما عدا قيم بسيطة خلوني كمان أعطيكم أمثلة لو حبينا نحول هذي ثلاثة الأشياء بحول string هذه إلى بول وبحول الرقم هذا كمان وبحول اللست هذه إلى بولين لو أسوي run بتلاحظوا أنه بيحولهم إلى true تلقائيا ليش لأنها بتحتوي على قيمة ما تمكن أن البول بيحولوا إلى false في عدة حالات حالة معدودة خلوني أذكر لكم هي في هنا مثال بسيط شوف لو كان عندنا الفولس هو طبعا فولس بنفسه بذاته إذا عندنا none النن بنتكلم عنه إن شاء الله في وقت لاحق أو إذا عندنا عدد صف العدد صفر بذاته يعني إذا كان عندنا عدد سالب واحد بيحولوا إلى كمان إلى true لكن إذا عندنا صفر أو string فارغة أو tuple أو list أو dictionary فارغ أي شي فارغ عندنا لو حولنا إلى بول بيحولوا إلى إيش إلى فولس شوف هنا قلونا أطبعهم السري كمان هنا كمان هنا بيحولهم إلى true حتى لو أكتب هنا مثال آخر print bold salib أو 20 وخلي هذا يكون فاصل عشان نعرف نميز وين توقف فبتشوف أن هذه الأربعة الأولى كانت عبارة عن true وهذه الأشياء الأخرى حولها كمان كلها إلى إيش إلى فولس هذه الأشياء واستخداماتها بنعرف أهميتها في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر